في التكتيج بقى شغل التكتيج بقى لازم تهتمي بيه بشكل كويس اعتقد بالنسبة كبيرة بيزيد في سن 17 سنة طيب تقييم حضرتك إيه دور اللجنة قبل كده طبعا تحت مسامة اللجنة الفنية الدور اللي أمه بيخلال الفترة الماضية تقييمك ليه والإنجازات اللي انت حققتها كثير في لعبة مهازة طبعا في الشكل هو كابتن علام كندي كان تالت موسم ليه فيه كابتن ناجي خليل ما بقاله سنوات طويلة الحقيقة كان شغال شغال ممكن عشر سنوات تقريبا شغال الفترة طويلة ما فيه شك كان بشكل عام هي كان بتقدي دورها الحياة بأكمل الوجه وقدروا فعلا يعني يضيفوا عناصر جديدة يعني جاء في زيني دلوقتي مسلا علي معلول وليد أزارو ممكن دول أجاية دول في زيني مؤكيد فيه عناصر تانية تانية كان من خلال اللجنة الفنية اختيارات اللجنة الفنية طبعا طبعا بالضبط هو المفروض حتى لو فيه ترشحات من المدير الفني او بيجي حد من خارج النادي وكلاء لعبين بيعرضوا لعيب مفروض الامر بيروح للجنة الفنية وبتقيم اللاعب ده وبتدكيب تقرير عنه مكتوب وبتقدمه سواء لو كان اللاعب متخطي مرحلة الناشئين ولاعب درجة اولى بتقدمه للفريق الاول او في قطاع الناشئين بتقدمه للمسؤولين لقطاع الناشئين الاليات اللي حيتم اتباحها خلال المرحلة المقبلة من خلال لجنة اكتشاف المواهب عشان ان شاء الله تنجحه بشكل مطلوب والمنتظر من قبل جمهور النادي الاهلي في اكتشاف العديد من الواهب لتفيد النادي ان شاء الله هذا طبعا موقع لنا مشكلة وطبعا الفترة دي محتاجين تدعيم جامد يعني الحقيقة بالنسبة للفريق الاول تمام نتمنى ان احنا يعني ربنا وفقنا الفترة ديت ونكمل المسيرة ديت مع الكابات اللي كانوا المتواجدين موجود طبعا مفيه مستمر في اللجنة الكابتن ناجي خليل وكابتن الحمضة بورادي موجودين كانوا شغالين مع الكابتن علاء ميهوب والضم اللي برضو كابتن صديق جمال ان شاء الله يكون اضافة كويسة لنا بإزد الله ان شاء الله انما كشكل تقطقطيط عام بقى ما فيه شكل انضمام في المراحل المبكرة كل مكان انضمام من المراحل المبكرة هيكون افضل المفوض اللاعب في النادي الاهلي اعتقد بيلاقي بيئة منازبة بيئة افضل تساعد للتطور على المستوى المفوض يعني الموجود في النادي الاهلي فيه اهتمام بقطعات النشئين فيه مدربين على المستوى عالي فيه تقطيط الى حد كبير الحقيقة يقدر اللعيب نساعد اللعيب ان هو يصل لأفضل طيب مرحلة بس فيه نقطة اقول له احبة اوضحها لحضرات لما بيمشي التدريب بشكل كويس وتحط برنامج كويسة في سن صغير دي بتساعد اللعيب ان هو يوصل لأعلى مستوى له في سن مبكر يعني لو فيه مشاكل في التدريبات او البرامج التدريبية اللي بتتم على اللاعب في سن صغير ممكن بدلا ما يظهر نبوغه في سن مثلا 18 لا ممكن تتأخر لو البرامج مش محطوطها بشكل جيد انما البرامج التدريبية لو محطوطها بشكل جيد ممكن يوصل لأعلى مستوى او المستوى اللي يقهلوا يستمر في الفئر الاول في سن مبكر دي ميزة وفي نفس الوقت برضو البرامج التدريبية ما يكون محطوطها بشكل كويس بتخلي اللاعب يستمر الفترة تمييزه انها يعني تبقى تاخد زمن واتقبر بالزبط يعني برضو جيف زينة دلوقتي بوتريكا مثلا بوتريكا ممكن يعني ممكن نبوغه تأخر شوية ما كان كان ظهر طبعا كان ظهر مهاراته وقدراته في الترسنة بس بنت اكتر في الاهلي بالزبط وتطور اكتر بالزبط طب لو بوتريكا ده موجود في النادي الاهلي مثلا من سن 12 سنة 13 سنة يعني هو تألق جي النادي الاهلي 26 سنة بالزبط بالزبط لو هو موجود في النادي الاهلي تقاطر النادي الاهلي كان ممكن نتألق من بداية 20 سنة